تنظيم جماعة اخوان الشيطان اتأسس في 1928 في الاسماعيلية ثم انتقل بعد حوالي 20 سنة الى الاردن بقى فيه فرع في الاردن ثم بدأ فتح افرع في عدد من الدول الى ان تم تأسيس التنظيم الدولي للاخوان فجماعة الاخوان التي هي العمود الفقر لجهاز المخابرات الانجليزي الام اي سيكس في العالم الاسلام وفي الدول العربي انتشرت بفضل انها تتاجر في الدين الحقيقة لازه يتوقف امام التاريخ لكي يرى كيف تاجرت جماعة اخوان الشيطان بالدين يعلم تماما ان ما يقوم به الان غضب السيء اربخان من الاتجار في وفاة رجل عندما تتاجر بالموت وتحول الموت وهذا قضاء الله وقدره الى تجارة فانت شيء طبيعي امتداد لجماعة تاجرت في الدين ترجمة نانسي قنقر